مع شهر يناير في كل سنة بتهل كده روايح الكتب في الأسبوع الأخير من شهر يناير خلاص كلها كم يوم ويبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين اللي هتبدأ إن شاء الله يوم 24 يناير الحقيقة إنه معرض الكتاب هو بيعتبر الحدث الثقافي الأهم والأبرز في المنطقة العربية كلها الوجهة الثقافية والحضرية لأدباء وكتاب مصر والوطن العربي كمان السنة دي المعرض ده هيكون له طبيعة خاصة لأنه فيه زيادة كبيرة جدا فيه عدد دور النشر اللي هتشارك فيه السنة دي وأعتقد إنه هيكون فيه حوالي 1500 دور نشر مصرية وعربية وأجنبية وده معناه إنه هيكون فيه تنوع كبير جدا في الإصدارات وفي الكتب اللي هتكون موجودة في كل المجالات وبترضي كافة الأزواق صحيح يا هبة معرض السنة دي الدورة الخمسة والخمسين تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة معرض مهم جدا شخصية العام هتكون الدكتور سليم حسن عالم المصريات المهم جدا هيتم تكريمه ودورة السنة دي هتحمل اسمه إلى جانب الكاتب الكبير يعقوب الشاروني اللي هيكون هو اسم معرض كتاب الطفل المعرض المصاحب طبعا علم من علام الأدبراء في الكتاب الأطفال والحقيقة اختيار موفق جدا لعقوب الشاروني لأنه غادر علامنا من أيام قليلة أو من أسابيع تحديدا وهو علامة من علامات الكتابة للطفل طبعا هيكون فيه مشاركة زي كل سنة لأغلب دور النشر الحكومية في مصر دور نشر مختلفة جدا المركز القومي للترجمة هيكون مشارك بجناح زي كل سنة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الهيئة العامة للكتاب المجلس الأعلى للثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة كل المؤسسات دي الجميل جدا أنها بتوفر الكتب بأسعار مخفضة مناسبة لكل شرائح المكتب كله هيلقي اللي هينسبه وكمان الطفل معرض الكتاب مش بس حدث ثقافي مهم لكن بالنسبة للكثير من الأسر المصرية هو فصحة وخروجة لكل أفراد الأسرة والعيلة وكل واحد هيلقي فيه لي ناسب زوءه واللي يسلي بي وقته خصوصا أننا داخلين على أجازات منتصف العام وهيكون فيه جناح مخصص في معرض الكتاب للطفل ده غير العروض الفنية والثقافية الكتيرة والمختلفة اللي بينظمها المعرض وكمان هيكون فيه أجنحة بتخص الطفل بكتابات وبكل ما يشغله في عالم رقمي وتكنولوجيا اللي بتجذب الطفل فإزاي نرجعه مرة تانية أنه هو يمسك الكتاب التقليدي وأنه هو يقرأ وياخد المعلومة من مصادرها أجازة نص السنة لكل أسرة مصرية تعيد إحياء بقى عادة القراءة من جديد أنه الأسر المصرية تروح المعرض وتزور المعرض اللي حيفتح أبوابه إن شاء الله لفتتاح الرسمي حيكون يوم 24 لكن المعرض بيفتح أبوابه للزائرين يوم 25 فرصة جميلة جدا نعيد إحياء العلاقة مع الكتاب مرة تانية سور الأسبكية مهم جدا يا هيفت أكيد بتبقى الأسعار فيه مناسبة جدا وفيه كل المجالات صحيح بنصبح على حضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر